عايش حياة مأساوية جدا من طفولته والده خسر كل فلوسه ومضى مرضه وملحقش يشبع منه أحمد حلمي الفنان اللي كلنا بنحبه ومعودنا دايما انه يطلع ويدحكنا في أفلامه ومسلسلاته وحتى اللقاءات اللي بيعملها طلع المرة دي بس مدحكناش وفتح لنا صندوق ذكرياته واتكلم عن أكتر حاجة علمت معاه في حياته وهي وفاة والده وهو طفل صغير يلا بينا نعرف أحمد حلمي قال ايه حلمي من الفنانين اللي ما بيستخبوش من الجمهور دايما متعود يظهر في اللقاءات ويعمل مدخلات هاتفية والجمهور متعود منه ع الطاقة الإيجابية واللي اتسامة اللي مش بتفرقه ودي من أكتر الحاجات اللي محاببة الجمهور فيه بالإضافة انه مؤخرا دخل عالم السوشيال ميديا وبدأ يعمل فيديوهات على التيك توك والفيديوهات دي بتطلع ترند دايما لان هي بتعجب الناس حلمي كان في استضافة الإعلامي أناس بوخش وتكلم من كل قلبه عن والده وقال انه أكتر حاجة كانت من زعالاه انه ملحقش يشبع من والده ولا يعيش معاه مرحلة الصحاب ما كانش لايه أي حد يحكيله ولا يخرج ولا يتكلم معاه لان والده كان مريض ودي كانت من الحاجات الصعبة في حياته لان فكرة انك تكون عاجز مش عارف تعمل أي حاجة دي من أصعب المشاعر اللي ممكن الواحد يجربها في حياته ولما كان بيروح له المستشفى وكان بيشوفه هو تعبان دي حاجة سببت له مشاكل نفسية كبيرة جدا كان بيشوفه بالخراطيم والأجهزة في كل حتة في جسمه والمرض عمال يقضي عليه يوم بعد يوم وهو مش قادر يعمل أي حاجة كل اللي بيقدر عليه انه كان بيشوفه من وراء الإزاز حلمي وآهله عاشوا عشر سنين في السعودية وخلال المدة دي والده جمع مبلغ كبير جدا تحوشة العمر وبحسن نية قرر انه هو يحط التحوشة دي في شركة توظيف الأموال وللأسف خسر كل فلوسه حاب يلخص شخصية والده في كلمتين اتكلم وقال أبويا كأنه شجرة الشجرة ماتت آه بس كل جزرها جوايا بيصعب علي أولى انه تعب هو كان صنع أمل بالنسبة لي من معاناته وانه مفيش حاجة اسمع مستحيل وانه وجود ربنا جوه الإنسان مهمة قوي وانك تبقى مقتنع بدا وكنت بحس طول الوقت انه بتاع ربنا معتدل ولا هو متشدد كان راجل وسطي بيحب ربنا جدا وربنا كان بيحبه وبعد ما انتهى من الكلام ده عن والده قرر انه هو يتكلم عن زوجته الفننة منازكي واتكلم عن سبب نجاح علاقتهم الزوجية لحوالي عشرين سنة وقال ان كل واحد فيهم عارف طبيعة التاني عارف ايه اللي بيزعله وايه اللي بيفرحه والجواز يعتبر حياة تانية واهم حاجة فيه هي الوصول للغة التالتة لان الراجل بيتكلم بلغة والستة تتكلم بلغة تانية خالص والاتنين المفروض يتعلموا لغة بعض بس اهم حاجة ان الراجل يقرى كتالوج الستة ويفهمه وهي كمان لازم تعمل كده ويتأكدوا ان ربنا خلقهم كده كمان الراجل لما بيكون متدايق ماينفعش الستة تدخل تسأله ملك على طول كده لازم تسيبه الاول شوية يدخل الكهف بتاعه ويقعد مع نفسه وهو بعدها هيجي ويحكي لها كل حاجة لان ده طبع الرجالة كلها واخيرا لما تسأل عن علاقته باولاده صرح ان علاقته كويسة جدا معاهم وانه شايف نفسه قب كويس الى حد ما واهم حاجة انه يكون قريب منهم ومصحبهم وهو قادر يعمل كده بشكل كويس ولو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن اشتركوا في القناة